الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وتنفيذا لرؤية مملكة البحرين 2030 ومن جانبه رحب معالي رئيس مجلس الشيوخ الكندي بسعادة السفير مشيدا معاليه بالشفافية التي تتعامل بها حكومة مملكة البحرين وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب كما استقبل معالي السيد جيف ريغان رئيس مجلس العموم الكندي معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة مشيدا معاليه بالنمو الاقتصادي الذي تحققه مملكة البحرين معربا عن شكره لمملكة البحرين على استضافتها للقوات الكندية المشاركة في قوة المهام المشتركة كما عقد معالي سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا والوفد المرافق له عددا من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكندية ووزارة الدفاع القومي تناولت تعزيز العلاقات التنائية بين البلدين بما فيها زيادة التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن الإقليمي وفي سياق متصل حضر سفير مملكة البحرين اجتماع مجل السفراء جامعة الدول العربية وقد هنى المجلس معالي السفير وذلك بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير للمملكة غير المقيم لدى كندا حيث أكد معاليه على همية التنسيق المستمر مع مجلس السفراء لمواصلة العمل العربي المشترك مثنيا على الجهود التي يقوم بها المجلس لتقديم الصورة الحقيقية المشرفة للإنسان والحضارة العربية وانطلاقا من الأهمية التي توليها حكومة مملكة البحرين لتطوير القطاع التعليمي وإدراكها للدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في تنمية الكوادر البشرية وخلق جيل قادر على المنافسة التقى معالي السفير رئيسي جامعتي أوتاوة وكارلتون حيث تم بحث تعزيز التعاون في المجال التعليمي بين مملكة البحرين وكندا والاستفادة من الخبرات الكندية المتميزة في هذا القطع وقد ألقى سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى كندا محاضرة في جامعة أوتاوة تناول التاريخ مملكة البحرين والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وما تحق من إصلاحات وإنجازات وتنمية مستدامة وشاملة في العهد الزاهر لجلالته